عبر لقاء صحفي أجراه مع تلفزيون تيجراي يفيد مدير المنطقة الشرقية السيد سلومان تبكو بأنه ينبغي احترام دستور البلاد وإعادة الأراضي المحتلة لتيجراي وتنفيذ جميع بنود اتفاق بريتوريا للسلام على أكمل وجه والتي من أهمها إعادة النازحين لأرضهم وحياتهم السابقة وكما أكد السيد سولومان أيضا أن غاية شعب تيجراي هو إحلال السلام مما ينبغي توطيد السلام على إقليم تيجراي بشكل مستدام شعب تيجراي لا يريد سوى إحلال السلام ولذا يجب توطيده بشكل مستدام حسب اتفاق بريتوريا وأدلى أيضا بأن السكان الذين لا يزالون تحت سيطرة القوات المحتلة يضطرون للهروب من أراضهم واللجوء الغير شرعي مما ينبغي من الحكومة الفيدرالية العمل على ذلك وخلق فرص العمل لهم وفي الأخير أشار السيد سولومون بأنه يعملون على حل جميع النزاعات والعلاقات التي تأثرت مع الأشقاء في إقليم عفار بسبب الحرب نحن نعمل لحل وتوطيد العلاقات مع شقائنا في إغليم عفر وخلق بها اجتماعية جيدة